أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة ببرنامجكم مع الناس برنامج مع الناس والكل الناس من كبه عن كل ما يهم الناس في مجتمعنا طالب مهندس دكتور عامل أيا كان وهو شعرنا رئيسي في برنامج المعلومة الموطقة ومن مصدر معلوم نطلع الفاصل سريع ونرجع لكم تاني وفقرة الأخبار وبرنامجكم مع الناس ورجع لكم وفقرة الأخبار مع الناس الخبر الأول هيكون عن التنمية المحلية تنمية محلية 20 ألف فرصة عمل وفرها مشروعك بتنفيذ 2000 مشروع صغير اللواء محمود شعروي زير التنمية المحلية يصرحنا مشروع قومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك نفذ بالفعل 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 في مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وسام في توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب المجتمع العالي والمجلس الأعلى للجامعات يوافق على الخطط والبرامج المستقبلية لجامعات إقليم الدلتا والقاهرة الكبرى في خدمة المجتمع من خلال إطلاق قوافل متكاملة بمحافظة الدلتا والقاهرة الكبرى على مدار العام تقديم خدمات تعوية والطبية وبيطرية وزراعية واجتماعية ومحو الأمية وبناء قدرات للقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة وتشمل 51 مركزا والقرى التابعة لها بالمحافظات الواقعة في نطاق الجغرافي لجامعة الدلتا والقاهرة الكبرى بدءا من يناير حتى نهاية العام الجاري مشيرا أن هذا يأتي تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة البيئة المحيطة بهم نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني فقط المشروعات وبرنامجكم مع الناس معي مشروع النهاردة بيتكلم عن إنجاز من إنجازات الخاص بالعاصمة الإدارية تحديدا عن حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة إن منطقة العمال المركزية تضم 20 برجا باستخدام متنوع مستخدامات متنوعة ومنها البرج الأيقوني طبعا وكلنا عارفين وشفناه وتم التنفيذ جزء جبير جدا جدا منه ويعتبر من أعلى الأبراج الموجودة في إفريقيا بارتفاع حوالي 400 متر وتقرر استثمارات هذه المشروع بحوالي 3 مليار دولار ويتم التنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى الشركات الصينية من كبار شركات المقاولات على مستوى العالم نطلع فاصل سريع جدا ونجع لكم تاني وستوديو بتاعكم وبرنامجكم مع الناس نجدتكم في برنامجكم مع الناس وكلامنا النهاردة هيكون عن المتكرين والنوابخ الموضوع دوات مليئة بمصر كتير جدا 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 بيتم أخذهم بالفعل بأفكارهم بمشاريعهم بأوراقهم العلمية بره وتطورهم والعمل عليها دلوقتي مصر بدأت من فترة كبيرة جدا ومش فترة كبيرة خصوصا في الأربع سنين اللي فاتت التركيز على هؤلاء النوابخ والعباقرة والمبتكرين في التركيز عليهم واحتضرهم بشكل كامل إذا كان من داخل الجماعات الخاصة بيهم أو من المجتمعات المدنية الموجودة على أرض مصر خصوصا نداء رئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الشباب اللي فات عن وتركيز عن دور المجتمعات المدنية في هذا الموضوع وموضيع تانية كثيرة على الموضوع دوات لقاء النهاردة هيكون معظيف الدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابخ نحن وصلا بينا نحن وصلا بينا طيب مبدأين كده هايزين نعرف ايه هو الصندوق اللي هو رعاية المبتكرين والنوابخ متى تم إنشاؤه والهدف من إنشاؤه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة إن مصر ابتلت تهتم باكتشاف المبتكرين والنوابغ اللي فيها لأن هم دول الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية بتاعتنا اللي تعمل على تنمية الاقتصاد بتاعنا بدأت الفكرة بتاع إنشاء الصندوق من توجهات لسيادة الرئيس في عيد العلم في عام 2017 بتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشئ ممتاز 8 أربع سنين يعني بالظبط إفن وبدأت بقى الخطوات إعداد مشروع القانون لإنشاء الصندوق ومنقشته في مجلس النواب وإصدار القرار الجمهوري بالقبل بالظبط إفن تمام أهدافه؟ أهدافه أهدافه متسعة تحتوي المسمى بتاعه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمعنى الصندوق مسؤول عن المساهمة في تهيئة بيئة داعمة للابتكار فيبقى أحنا بنتكلم على البيئة بشكل عام دعم ورعاية وتمويل المبتكرين والنوابغ والباحثين ومشروعاتهم البحثية الابتكارية بالتالي أنا بتكلم على دعم بتكلم على رعاية بتكلم على تمويل كل دي مرحلة من المراحل المختلفة فالنهاردة الصندوق يقدر يبحث عن الأفكار يقدر يعمل على تطويرها ودعمها وتوفير الجدوى السوقية ودراسات الجدوى الاقتصادية لها لحد ما توصل بها إلى منتج قابل للتطبيق وينزل في السوق طب هل ده فيه خلط بينه بين بنك الابتكار لأنه تقريباً الاثنين مشاعروا على نفس السكة حتى البنك الابتكار الساعات بياخد المبتكر أو الصاحب الفكرة بيوصلوا برضو للمستثمر أو لصاحب الحد ممكن أن نتفز له فكرة هو المنظومة كلها يعني بنك الابتكار في تبع الوزارة الأكاتمية البحث العلمي هو يتبع برضو وزارة تعليم العالي والبحث العلمي فيه عندنا تاني صندوق خاص بالتنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار فأحنا في منظومة واحدة لكن احنا بنتعاون مع بعض بمعنى بنك الابتكار هو كل واحد بيقدر يحط فكرته وبيقدر حد تاني يطلع عليها وبعدين يقربوا من بعض يشوفوا هتعاونوا منها ازاي بالنسبة لنا الوضع ممكن يكون مختلف شوية احنا بنشوف الفكرة وندرسها ونقيمها ونوجد دعم إرشاد أكاديمي أو علمي بحيث يطور الفكرة وتوصل لمرحلة الندوج وبعدين نشوف على شراكات اما بننفذ احنا مع نفسنا او بالشراكة مع مستثمر عشان توصل لمنتج في السوق طب هل معنى كلامكم كده انه كنتم بتبقوا محتاجين زي كده بلغة الكرة كده كشفين بالضبط فاني هو ده التعبير الصحيح لها تمام بتوصلوا ازاي للناس دي بالضبط احنا بنعمل من خلال برنامج احنا مثلا مسميينه حاليا في السندوق تسريع التسويق تسريع التسويق بالضبط باعتبروا ان هو ده المنح العالمي والسلوك الدولي نحنا بنعمل الان بيخش المتقدم عن طريق الويب سايت الموقع الكتروني بتاع السندوق بيبقى فيه فورم بيملاه نموذج بيملاه فيه بعض البيانات بعد ما بناخد بعض البيانات بنبقى عارفين الفكرة اللي عنده في اسمها ايه تنفع انهي تطبيق تخدم انهي مجال مستوى ما يسمى الجاهزية تكنولوجيا لها هل هي فكرة لسه بداية واللي عمل عليها تطبيق واللي كان معمول عليها وتم التعديل ولا نوعها هي بالضبط بالضبط فبعد تقييم المرحلة بتاعتها ماذا الجاهزية التكنولوجيا بتاعتها نبدأ نقول اه احنا هنبدأ نمول لا ده هنعمل دراسة سوق لا ده هنبدأ نعمل نموذج اولي هنعمل نموذج صناعي ولا الفكرة لسه يعني ما تكونتش بشكل جيد جميل فعملنا برنامج تاني اسمه الحاضنات الافتراضية بحيث الافكار اللي لسه عايزة شوية دعم سواء دعم علمي او تكنولوجي نقدر ندخل المبتكر ده في هذه الحاضنة ينمي فكرته اذا وصلت الى المستوى الذي يليق بها ان احنا نبدأ ننفذها على ارض وقع نبدأ نتناولها ونشتغل عليها طيب سؤال هو يمكن يكون تقيل شوية قبل الفاصل ده تمام عشان احنا عادتها هكو دي جابت سواء نطلع فاصل شوية طيب بره في الدول المتقدمة والدول الكبرى كلها تمام النوابق واصحاب الابتكارات والبحث العلمي هو تقريبا بيحوز على 40 فم من الاقتصاد الدولة تمام من وإلى الاتنين يعني الدولة بتدي وبتاخد النتيجة دي اذا كان داخلية وخارجين وبتشتغل بيهم وكلام ده كله مصر زي ما احنا شفنا وعرفنا وشايفين من الصنين اللي فاتت بدأت تركز على الموضوع ده ساتي كنتيلي بقى نقطة مهمة جدا لو جالك صاحب ابتكار او نابغة معينة وعنده جزء من مشروع عايز ينفزه حيكون تلي حاجة من الاتنين للمشروع الدولة بتنفزه او بتوصل بيه بينه وبين المستثمر تاني ايه المشكلة لو الدولة مسكت الموضوع ده كله حولته ليه مشروع قومي اقتصادي علمي بالضبط هو ده هيختلف من نوعية الفكرة نفسها يعني حضرتك مثلا احنا بنقول ده ليه مردود اقتصادي لكن نفرض ان الدولة او احنا تقيمنا لقينا ده حاجة استراتيجية تمام فهنا بيبقى القرار ان احنا بندخل مع جهات حكومية لان ممكن المستثمر يلاقي العائد الاقتصادي بتاعه مش هيكسبه اوي لكن احنا مطلوب يتنفز لانه هدف استراتيجي للدولة وجايز برضو صاحب الابتكار يحس ان هو برضو ممكن الدولة ما تكسبوش اوي لو طلعوا بر بالضبط هنازل بص عن حتين اه لكن القواعد اللي معمول بيها السندوق والمرونة اللي في القانون بتسمح له ان هو يحفز المبتكر يعني الغرض مش ان احنا نتربح من وراه لا ده هو توطين تكنولوجيا وتطوير افكار وبناء مجتمع مبني على الابتكار يعني مجتمع مبني على المعرفة واحترام العلم بالضبط فني طيب نطلع على فصل سريع جدا ونكع مع الدكتور محمد علي موهبة عند اي حد انت لازم تاخدها استيبة ويستيبة وتاخدها خطوة خطوة اول حاجة خالص لو مسا بنكلم على موهبة زي الرسم مثلا فانت المفروض ان هو تبدأ تجيب له ادوات اللي تساعده على تنمية الموهبة دي زي ان هو يبدأ تجيب له الوان يبدأ تجيب له كشكيل يرسم فيها تبدأ تجيب له حاجات مثلا لو عنده موهبة في البرمجة وبيعرف في برمج فانت لازم تبدأ تجيب له وتهتمي بيه في الحدة دي والله انا بالنسبة لي لو لقيت ابني مثلا مبدع في السباحة هاخده مرانه السباحة اشوف ايه اكبر نادي ممكن ياسسهولي ويكبرهولي وابدأ اودي فيه لو ابني مثلا مبدع في القراءة هابدأ اشترك له في مكتبة ان هو يبدأ يقرأ ويبدأ يبقى حياته كلها موجودة ان هو اوفر له كل السبل خليه ينمي الموابع بتاعته مبدع في الرسم هابدأ اشوف له ورشة عمل للرسم اودي فيها واشترك له فيها مبدع في التأليف ابدأ اودي اصر ثقافي مبدع في التمثيل نفس الكلام الحاجة اللي هلاقي ابني مبدع فيها هي الحاجة اللي انا هقدر اشتغل عليها المفروض ان انا انمي الموهبة في ابني من صغره يعني لو هو مثلا فيه ابداع في الرسم انامي الموضوع ده طبعا بالتعاون مع المدرسة وبالتعاون مع الحي نفسه وفي نفس الوقت لو انا لقيته مثلا ده بيحب يشتغل بايده بيحب ان يغني يعني بالنسبة للجيل كويس المستقبل لازم يكون الجيل ده قوي عشان يقدر يواكب كويس التطورات اللي بتحصل في العالم كله فلازم نقف جنب ولادنا ولازم ننمي مهاراتهم ونطورهم ونفهمهم ايه الجديد في العالم كله حوالينا عشان يقدروا يواكبوا المستقبل ويعني على المدى البعيد ده يعني يحطنا في مقدمات الدول يعني ان شاء الله دكتور محمد عامر طيب عن الابتكارات والنوابغ ديات بتبقى في مجالات كتير جدا في العلمية وفي الثقافية في الاجتماعية في السينما مبتكرين ونوابغ في مجال السينما في مجال التصوير في مجال القصة في مجال في حاجات كتير جدا كل حاجة فيها مجالات تمام وفيها نوابغ ومبتكرين انتم كسندوق وانا بقول انتم كسندوق داخل الدولة جزء من الدولة بتركزوا على اي نوع من انواع المجالات والابتكار والنوابغ دول مين بيزب ككشفين ليه الحاجات دي إحنا كسندوق وحالين شغالين على كل رنج من الابتكارات كل يعني إحنا بنفرق إذا ما حضرتك تفضلت كده ما بين اللي عنده موهبة فنية وما بين اللي عنده موهبة في ابتكار يخدم الصناعات الفنية المجتمع بشكل عام بالزبط فإحنا بنتكلم على ابتكار علمي وتكنولوجي لكن تطبيقاته إيه؟ ممكن تبقى في الفنون طبعا العلم ما بعرفش حدود بالزبط كده فإحنا بنتبنى الجزء الخاص بالابتكارات العلمية والتكنولوجية ده الجزء الأساسي باعتبر أن فيه جهات برضو في الدولة تانية في وزارة استقافة في غير وغير بتتبنى النوابغ أو الموهبين في المجالات الأخرى لكن هذا لا يمنع أن أي ابتكار لمرضود في أي مجال بما فيها المجالات فنية يشتغل طب عذرا للسؤال الجيدة برضو التكنولوجيا بتتطور تقريبا كل يوم حتى فيه مقياس لها تقريبا من 3 ساعات ل 6 ساعات تطوير رهيب طبعا حقيقة في الميتافيرس وخروج التكنولوجيا القوية جدا البلاتفورمس أو منصات التواصل الاجتماعي لأن لها دور كبير جدا في العالم كله ده شيء لا يخفله عقله والناس كلها شايفه دور السندوق مع التواصل مع الناس ده تفتراضيا أو مساعدتهم في التطوير عشان يطور الناس ويطورهم هو دلوقتي إذا ما حدقت فضلته دلوقتي يبقى على مرقم من كله إحنا في أول حاجة كقاعدة للتعامل مع المبتكرين ابتدنا نتعامل من خلال الوبسايت نهاردة إحنا متوزعين مبتكرين دول على محافظات الجمهورية كلها فمش معقول نهاردة عايز يقدم طلب يجيلي من هناك لحد دينا أبدا التواصل كله من خلال الموقع الإلكتروني حتى التواصل مع المحكمين اللي بيقيموا المشاريع برضو إلكترونيا ولما بنحتاج نعمل مقابلات وده حصل بنعملها من خلال أعلى لا أونلاين إلا لما نوصل بقى لمرحلة توقيع بقى بروتوكول وتوقيع تعاقد وتوقيع اعتفاق يبقى هنا بنوصل على فكرة برد بيعملوا الكلام ده برضو بالعنترين الانترنت يعني بعت لك الورقة تسحبها سكان تمضي ترجعها تين بالضبط إفن لكن هو كل التواصل حتى الآن المقابلات عايزين نستفسر عن جزء في المنتج جزء في الفكرة جزء في كذا بيتم التواصل باجتماع ما بين المحكمين والمقايمين والمسؤولين عن إدارة البرنامج في السندوق مع المبتكر فده بيتم بالفعل مصر مليانة من الأفكار والابتكارات والنوابغ خصوصا في مجالين دايما منشوفهم ونشوف دورهم بره دايما منشوفهم لا الفضاء لا البيو كاميستري أو البيولوجي والأحياء الفرضية والنوية وحاجات تخص الفيزيكس والميتافيزيكس وجوه كبير جدا مصر متقدمه بره بغزارة تمام دوت التركيز بتاعه عامل إزاي هنا في مصر عشان القوة دي تستفيد بها مصر حتى لو لسه هنخلق بيئة تكنولوجية تصدح لهذا احنا الجزء اللي بنهتم بيه في كل التطبيقات دي هو الجزء الابتكاري إن هو النهاردة ممكن يكون عندي بحث تطبيقي أو بحث معمول في معمل ومنشور في مجلات بس صعب التحيق مش بتبلور بشكل واقعي أو صعب التحيق ومادين ده كتير بشكل كتير بره بالضبط فالمهم إحنا بالنسبة لنا يكون البحث واصل لمفهوم أنا عايز أنتج إيه إيه وده من أحد البرامج اللي موجودة في السندوق هو برنامج تأهيل الباحثين في مجال ريادة الأعمال عشان الباحث هو شغال يعرف أنا بعمل الفكرة دي أو بعمل البحث عشان أوصل به طيب هطلع الفصل سريع وهرجع لحضرتك وعن سؤال مهم جدا عشان لو فيه حد من الشباب الأقوية ديت والمفكرين والنوابغ اللي بيتفرجوا علينا لو جي سأل سؤال هو سؤال ممكن يكون دلوقتي تبعا من إيه وإيه الشروط والمعايير للتقديم نطلع الفصل سريع جدا وننجح لك نفصل وننجح تاني مع دكتور محمد عامر دكتور محمد عامر ما هي الشروط والمعايير المطلوبة للتقديم لسندوق النوابغ والابتكارات لو حد فيهم دلوقتي يتفرج وعايز يعمل السندوق احنا كنا عاملين برنامج تسريع التسويق وزي ما قلت الحضرتك يقدر يقدر يقدم من خلاله فكرة وكنا عاملينه على الاعتبار أنه هو يبقى مرتين في السنة بحيث بيتقدم وبعدين بنجمع الطلبات اللي جات ونبدأ نقيمها وهكذا لكن عشان ما نخليش حد ينتظر كتير أن أي حد اللي يديه فكرة أي مبتكر ليه فكرة يقدر يخش على الموقع الإلكتروني للسندوق في أي وقت في أي وقت وإحنا بنجمع في خلال كل شهر الحزمة اللي جات لنا أو الطلبات اللي جات ونبدأ تقييمها عشان ما تنتظرش الفترة طويلة تاني فيبقى أول باول لأنه ده كان جزء من السلبيات اللي ممكن المبتكر اللي بيطين أو برقواتية كمان شوي بالزبط هي الخطوات بتاخد وقت بطبيعتها لأنها بتعدي على كذا مرحلة بتروح لمحكم في المجال التخصص العلمي ثم بعد كده اللي بيعدي منها بيروح لمحكم في المجال التكنولوجي ثم اللي بيعدي منها بنعدي على محكم في مجال البزنس وريادة الأعمال والماركتين يعني بتدرسوها نقطة نقطة بالزبط عدم نقطة دي طب النقطة اللي بعدها بالزبط تمام فبالتالي عشان ما يستناش لفترة طويلة أن كل المراحل دي لما تنتهي إحنا بقنا نعملها بالتوازي يعني عندنا الدفعة دي دخلت بتتعمل في المرحلة الأولى التانية كانت عدت للتانية وهكذا يعني تسلسلي تسلسلي بالزبط فيبقى احنا كده بنأثر الفترة اللي بيتم فيها التقييم والرد على المبتكر بحيث لو فيش إيجابة دينا بنكمل معاه لو فيه أي ملاحظات بنطلبها منه يستوفيها لو قدر يستوفيها بنرجع نكمل معاه تاني حلو ده طيب ايه أكتر الابتكرات بقى ومشاريع التكنولوجية اللي هي اللي ممكن يجي نقول ان هي يعني أوتف دابوكس أو خارج السندوق اللي جات لكم احنا دلوقتي مثلا الفترة اللي فاتت في البرنامج يتقدم لنا حوالي 54 فكرة 54 فكرة بيبدأوا يخشوا في المراحل بتاعت التقييم الفلترة دي الفلترة احنا وصل معانا خمسة ماشا من 54 ولكن الباقيين في ملاحظات على البعض ربما يستوفيها ويرجع لنا بها تاني كويس يعني مش مرفضين لا 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 ما بنرفضش من حيث المطلق إلا مجموعة مثلا هنقول حوالي كانوا عشرة القاعدة العلمية المبنية عليها مش متحققة المنطق العلمي مش موجود الخبرة مش موجودة مفيش نموذج يعني مفيش تجربة عملية عليها بالظبط فده بنقول شكرا لان كده الامور علميا اه برا الفكرة مش مطبقة علميا او مش غير قبل التطبيق موضوع حلالي سينس فكشن يعني خيالي اوي لازم تديني وراء على الطاقة تطب بالظبط حضرت لكن مجموعة منهم تاني دي قبل ان هو يحسن الأداء اللي فيها والمطرح المقدم ويكمل معنا تاني الجزء التاني مثلا اللي احنا بنشتغل معه حاليا هو متنوع ما بين هوائيات خاصة بالجيل الخامس للشبكات وعلى فكرة كان فيه بخصوص الكلام اللي دكتور محمد عمر قاله ونركز عليه اكتر انه 5G تم الاعلان عنه في العالم تريبة من سنة او سنة و 13 شهر في الدول الكبرى منها امريكا لما جي الطبق حصل مشاكل كبيرة جدا في المطارات والطيارات وتم ايقافه تاني لعدد الدراسة تاني متخيلين انه هو مع الاسرار على التنفيذ في سنة ونص ونص واحنا كلنا حسين انه جاهز انا بقول لي الكلام دوت كله انه المشاريع والابتكارات العلمية زي ما السيادة الدكتور محمد عمر تفضل وقال فيه مشاريع تبقى خارجة عن النطاق يعني خيال علمي لا تقبل عشان دوت بس رد على اي حد ممكن يجي يقولك لا ده فيه مشروع ممكن يكون قوي وانتو مش عايزين تنفذوه لا فيه مشروع ينفذ بالفعل على عرض الواقع وفيه مشروع يتنفذ على عرض الواقع نصه ونص التاني بينهار لانه ما تمش نراسته عمليا زي شبكة الفايف جي العالمية تفضل بالضبط حاجات تاني مثلا فيه مجال الاعلاف حاجات فيه مجال مرخبة العوامل والخاصة بالزراع زي الري ومعدلات الري وستفادة منه ففيه تنوع الحمد لله فيه الافكار اللي احنا بنكمل معاها حاليا وكل يوم زي ما بحضرك بيجي جديد ندرس اللي جيد بنكمل معاها اللي محتاج مساعدة بندخله الحاضنة الافتراضية هل الناس اللي بتتقدم ديت هي بتبقى درسة في الجماعات أو طالبة في الجماعات ولا ممكن يكون نتخرج خلاص وشغال وجات له الفكرة وبشتغل عليها اي سن باي خلفية علمية باي شكل الافكار مش حكرة على حد فبنستقبل من الكل ويتم تقييمها بشكل موضوعي خلفيته هو مؤهله ايه تخصصه ايه دارس فيه دي مش مهم المهم هي الفكرة وايه التجربة الاجراء عليها وهل هي مبشرة ولا غير مبشرة يعني كمان لازم يكون مقدم على تجربة وشغال فيها عشان يقدر يرد على أسئلتكم دي مرحلة اه لان زي مرحلاتك هو ممكن يقول فكرة غير وقعية او فكرة تكنولوجيا مش متاحة تكنولوجيا لتنفذها يعني مش قدامنا تكنولوجيا صبح لو قلنا رأيزين ننفذ مش هيني الأداء اللي هتنفذ فبالتالي لان ده بيصادفنا احيانا في بعض المخترعين اللي واخد براءة اختراع وبعدين لما يتقدم نقول له مش هيني قدر نفذها لان ملهاش مردود اختصادي لو نفذناها او اللي انت مفترضه كتكنولوجيا مش متحقق كماس برودكشن كإنتاج كمي مش متحقق فيبقى زعلان ده أنا عملت براءة اختراع اه عملت براءة اختراع ومع ذلك انتو مش قابلين لا فيه دراسات جدوى سوقية ومردود اختصادي واحتياج ليه لان ممكن المبتكر او الاختراع يبقى صالح في وقت ما ومس صالح في وقت تاني بل الزبط افكال لا تسلح في كل الاوال في وقت معين الفكرة بتبقى منورة فيه بل الزبط فان تماما دكتور محمد عامر مدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ شكرا 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 كده خلست معاكم حلقتكم النهاردة البنماتكم مع الناس وعن المبتكرين والنوابغ عرفنا ان شاء الله بإذن الله تعالى وقت محد فيكم يكون عنده فكرة معانة وعنده في البيت حد من المبتكرين والنوابغ دول عرفنا نروح فينا على طول الدكتور محمد عامر شكرا جدا خلست معاكم حلقتكم النهاردة تابعونا حلقة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته